بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمتنا وإليه النشور والحمد لله رب العالمين على أمطار الرحمة وعلى أمطار الهداية هذا الغيط الذي عم على بلادنا في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة نحمد الله تعالى في شهر رجب الذي فيه الدعاء مستجاب وفيه ذكرى الإسراء والمعرج هذا الشهر المبارك المعظم وببركة الدعوات الصالحات للمؤمنين والمؤمنات الله تعالى أكرمنا الله تعالى يسر لنا الله تعالى أكرم هذه البلاد والعباد بأمطار الخير والرحمة فاللهم لك الحمد واللهم لك الشكر واللهم لك الفضل وأدعوكم جميعا أيها الأحباب الكرام أن نواصل الدعاء نواصل الدعاء لأن ربنا عز وجل قال أدعوني أستجب لكم رغم الدراسات التي تدق نقوس الخطر بأن هذه السنة هي معلنة سنة جفاف والتهديد للموسم الفلاحي نقول بفضل الدعاء وبفضل الإنابة والتضرع لله عز وجل سيأتي المزيد من المطر والمزيد من الغيت لا نفطر أبدا ونقول اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أمين اللهم أمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أحبابنا الكرام موضوعنا اليوم عن لهو الحديث هذا سؤال لطالما طرح علينا وهو ما هو لهو الحديث وهل الغناء يدخل في لهو الحديث للإجابة عن هذا السؤال نستحضر الآية القرآنية التي يستدل بها فريق من العلماء وهي قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخدها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولم استكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم هذه الآية المباركة يستدل بها على بيان حكم الغناء والموسيقى وهذا الأمر وقع فيه اختلاف بين جمهور العلماء منذ زمان إلى اليوم ففريق من أهل العلم ربما يبيح كل أنواع الغناء فيفتح أدنيه لجميع الأصناف من الموسيقات والغناء ويقول بأن الأمر حلال طيب وأنه أمر مباح لأن الله جميل يحب الجمال فريق آخر اتخذ منهجا عكسيا وذكر بأن كل ذلك حرام فيغلق أدنيه عند سماء أية أغنية ويقول بأن ذلك هو مزمار من مزامير الشيطان ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وخصوصا إذا كان المغني امرأة فالمرأة هي عند هؤلاء العلماء صوتها عورة بغير غناء فكيف إذا كان بالغناء ويرفضون كل أنواع الموسيقات خصوصا إذا كان هناك عبر الإذاعة أو التلفاز أو الراديو حتى الموسيقى المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار الفريق الفريق الثالث هو فريق متردد بين الطرفين مرة ينحاز إلى هؤلاء وطورا ينحاز إلى الآخرين وينتظر من العلماء أن يحرروا قولا يكون متفقا عليه خصوصا في زماننا هذا حيث الموسيقات صارت منتشرة في كل زمان بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية إلى بيوت كل الناس وجذبت انتباههم فما حكم الشريعة في هذا الأمر هل فعلا الموسيقات والغناء حرام هل هي من لهو الحديث المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها ومن الناس من يشكر لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخدها هزؤ أولئك لهم عذاب مهم أول ما ينبغي أن نفهمه هو أن نذكر أسباب نزول الآية دائما إذا رأينا آية قرآنية يستدل بها نبحث أولا عن أسباب النزول وإذا جاء حديث نبوي نبحث عن أسباب الورود سبب نزول هذه الآية أنه في بادئ الإسلام كان رجل اسمه النظر ابن الحارث كان يرسل التاجا إلى بلد فارس فيذهب ويعود له بحكاية وأخبار الفرص فيجلس النظر ويقول يا معشر الأنصار والمهاجرين إن محمدا الذي يدعي أنه نبي يحدثكم بأحاديث غريبة عن عاد وثمود وأنا سأحدثكم بحديث رستم وأخبار الأكاسرة فكان يجمع الناس ويحكي لهم قصص الأقدمين كل غدا ليضلهم عن سماع القرآن ثم كان هذا الرجل لأنه كان يتبع منهج غايته محاربة الدين والتضييق على أهل الإيمان كان يشتري القينات لهم المغنيات وكان يخترهن حسنوات ويلبسهن لباسا فاتنا وإذا رأى أحدا أراد أن يدخل في دين الإسلام كان يعتل طريقه ويقول له هذه المغنية أو هذه القينة هيا بين يديك ويقول لها أطعميه واسقيه وغني له فلما يرى هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي أراد أن يدخل للإسلام يرى هذه المغنية تطعمه وتسقيه وترقص له يطرب فيقول له أليس هذا ما عندنا خير مما يدعو إليه محمد فكان هذا الرجل الذي المسمى بالنظر ابن الحارث كان هو ومن معه يتبنون طريقة للتضييق للناس بالدين فكان مرة يأتي بالأخبار التاريخية عند أخبار الكساء الأكاسرة والفرص وغيرهم ومرة يأتي بالمغنيات يشتريهن ويعترضن طريق المؤمنين هذا هو سبب نزول آية فربنا عز وجل أنزلها مباشرة ومن الناس من يشتري له والحديث لماذا؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخدها هزوءا له الحديث ما هو الله؟ هو كل شيء يتلدد به الإنسان فيلهيه كل باطل أنهى عن الخير هذا يسمى له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث أي الأحديث الملهية للقلوب الصادة لها عن المطلوب والعلماء يقول من الله يدخل فيه كل كلام محرم وكل كلام باطل من غيبة أو نميمة أو كذب أو شتم أو سب كل هذا يسمى له والمعنى معنى الآية أن من الناس من يترك اتباع الحق ويستبدله بأنواع الباطل فإذا كان يسلق هذا الطريق فسوف يضوق عذابا أليمة ومن العلماء قالوا بأن هذه الآية الكريمة استدل بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي أقسم قسما مغلط وقال أقسم بالذي لا إله إلا هو ثلاث مرات قال المقصود بالله هنا هو الغناء يرددها ثلاث مرات وفريق العلماء يعتبرون تفسير الصحابي حجة في حين أن الذين يقولون بأن الأمر فيه خلاف فيه وفيه بعض الفقهاء قالوا بأن الغناء منهما هو محرم حقا ومنهما هو مباح وخصوصا إذا استعين به على أمر مباح فمثلا العمال إذا كانوا يعملون في البناء أو في الفلاحة أو في أي مجال ثم يغنون لكي يتقووا على العمل هذا أمر مباح ويعطونك دليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقومون بحفر الخندق وكان الجو شاق وحار ومتعب فبدأوا يقولون الرجز يرتجزون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الوحي كان يجيبهم على شعرهم ورجزهم مما كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهجرة هو شعر طويل جدا فقط هذا جزء منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وهم يحفرون الخندق وكان يرتجز بقول عبد الله بن رواحة كان يقول اللهم لو لأنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وتبت الأقدام إن لاقينا إن الآل قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كانوا يقول للشعر ولكن بطريقة فيها غناء وكما قال الراوي كانوا يمد صوته بآخرها يعني كان يستعمل مقامات صوتية هذا نوع شعر غنائي واستدل لذلك بعض العلماء قالوا هذا أمر مباح إذن فهو ليس فيه مانع لكن بعض العلماء قالوا هذا الغناء ليس فيه معازف لأنه كلام وكلام يتناول القضايا مختلفة فهذا ليس عليه من حرج خصوصا ليس فيه معازف ثم العلماء يقولون بأن ربنا مدقل في الآية قال ليضل بغير علم أي الغاية من لاو الحديث أن يكون له مقصد وأن يكون له غاية ليس هو الترويح عن النفس وليس هو تحصل بعض المتعة النفسية وإنما غايته هو الإضلال كما كان يقوم ذلك الرجل الجاهلي النظر ابن الحارث كان يريد أن يصد الناس عن دين الله ليضل الناس بغير علم يفعل ذلك ليتلهى الناس عن القرآن وعن الذكر الحكيم والضلال هو هو الحديث الغير النافع والعمل الغير المستقيم كل هذا يسمى غاية الإضلال هؤلاء قال فيهم رب العزة أولئك لهم عذاب أليم مهين أي بما ضلوا وأضلوا بعض العلماء قالوا بأن هذا الغناء إذا كان بآلة أي مع موسيقى ما حكمه وإذا كان بغير آلة هذا أمر أيضا آخر وقع فيه جدل بين بعض العلماء فالعلماء اتفقوا على أن الغناء هو أمر أمر يختلف إذا كان فيه فحش أو فسق أو تحرد عن المعصية فهذا محرم باتفاق أما إذا كان غناء فطريا وفيه مبعث مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد والمناسبة السعيدة فقالوا هذا أمر مباح لماذا لأن الأصل في الأشياء الإباحة لأنه نقص فقهاء يستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا بمعنى أن كل شيء خلقه الله تعالى الأصل فيه أنه مباح والمحرم ما يدل النص على حرمته كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فدائرة العفو هي واسعة ولكن الحرم محدد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد الله في كتابه فهو حلل وما حرم فهو حرم وما سكت عنه فهو عفون ليسكت عليه الله تعالى لم يتكلم عنه فهو عفون وتلقوا له تعالى وما كان ربك نسيا كما في الحديث الآخر إن الله فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانين فلا تبحثوا عنها إلا أن المحرمين يستدلون دوما بحديث عبد الله بن مسعود وببعض الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقه أبحل ابن حزم وغيرهم قالوا هذا الكلام المستدل به لا حجة فيه لأن صحابة آخرين كانوا يقولون الرجز وفي مواطن كثيرة كان هناك من كان يغني كثير من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم ثم الحديث الذي يستدلون به هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف قالوا هذا حديث معلق ذكره الإمام البخاري لا يكونن من أمة أناس يستحلون يعني كان حرام فصار حلال الحير الحير هو الفروج يعني يستحلون الزنا غير يقول بأن هذه مسألة طبيعية يستحلون الحير العلاقة العلاقة الرضائية يعني أنها مباحة يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف الحرير يعني اللباس دي السهرة كيكون لباس شفاف وكيكون يبرز محاسن المرأة والرجل والخمر والمعازف بعض المعازف هي الملاهي والخمر الشراب المعروف فالعلماء قالوا بأن هذا التحريم متى يكون إذا وقعت فيه الدلالة الاقتران يعني اقترنت كل هذه الأمور الحير والحرير والخمر والمعازف فالإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي كان يقول هذا الكلام ورد عليه العلماء بأن الغناء قد ينبت النفاق في القلب لكن يقول هذا حديث أيضا من يستدل به غير تابت هناك حديث معروف إن الغناء سماع الغناء ينبت النفاق في القلب حين التصحيح رأوا بأن الحديث لم يتمت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اهتموا بالغناء الديني خصوصا هما أهل التصوف اهتموا كثيرا بما يسمى بالغناء الديني أو الإنشاد الديني وقالوا هذا الإنشاد إنما به يرقق الله قلوب الناس ويبعث على الإيمان ويهيج الشوق إلى الله ويجعل العبد يحزن ويندم على المعصية ثم إنه يجدد الإيمان في القلب وينشط لعزائم وإتطل أشواق للعبادة ما يسمى بالغناء أو الإنشاد الديني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك لكن يبقى المشكل في صوت المرأة هل المرأة صوتها عورة فعلا التابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع النساء والنساء يتكلم معه ولم يتبت قط أنه قال بأن صوت المرأة عورة ويكفي أن صورة المجادلة أو المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الكلام لكون أن صوت المرأة عورة غير حقيقي إلا إذا كان فيه تمايل ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الخضع بالقول أن ذاك يتحول صوت المرأة إلى عورة ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع أمنا عائشة رضي الله عنها ومعها جويريات كنا يغنين ونهاهم أبو بكر الصديق فقال لهم أم زمير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله لكن النبي الكريم اعترض قال أتركم يا أبا بكر وأدن لهم بالغناء وقال إن اليوم عيد ولكل قوم عيد لتعلم يهود أن في دين نفسها هذا قول النبي الكريم لتعلم يهود أن في دين نفسها وهذه الجويريات ليس كما يقول بعض الفقهاء بأنهن صغيرت في السن فقط هذا من باب التصغير لمقامهن وإن أمه نساء كبيرات يعني مكلفات ثم أكثر من ذلك في الأفراح والمناسبات سيدنا النبي أمر 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 بالغناء وأمر بإظهار الأفراح فلما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار دخل عليهم النبي الكريم فوجدهم صامتين فقال يا عائشة هل عندكم شيء من الله فإن الأنصار قوم يعجبهم الله فبدأوا يغنون ثم قال لأمنا عائشة قال أهديتم الفتاة قالوا نعم أهديناها كذا وكذا قال هل أرسلتم معها من يغني هل أرسلتم معها من يغني قالت لا يا رسول الله قال إن الأنصار قوم فيهم الغزل فلو بعدتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيان يحيكم حديث كثيرة مثل هذه كلها تبين بأن هذا الغناء ليس ممنوع بل إن مرأة قالت يا رسول الله ندرت إن عدت من الغزوة منتصرا لأغني لأغني وأضرب بالغربال فقال لها إن كنت قد ندرت ففعلي فصرت المرأة تغني في حطرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بالدف وهو يستمع ولم ينهى إلى أن قالت كلام قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فهنا قاطعها النبي وقال ليس أحد يعلم ما في الغد سوى الله حصح هذا الغناء هو كلام ولكن هنا في هذا المقطع قالت كلام يستضم مع صحيح العقيدة قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فاستوقفها وقال لا يعلم ما في الغد سوى الله سبحانه وتعالى ثم جاء سيدنا عمر فلما رأته المرأة خشيت وخافت وأخفت أخفت دفها وجلست عليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر إن الشيطان لا يهابك لأن المرأة خشيت من عمر فالعلماء قالوا بأن صاحب التشريع من هو هل هو عمر لا هو صحبي رضي الله عنه صاحب التشريع هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأحكام متأخذ من باب النبوة هي أحدث كثيرة وغيرها كثير كلها تفيد بأن هذا أمر المباح خصوصا الإنشاد الديني والغناء الديني إلا أن العلماء يقولون بأن خلاصة الكلام أن الغناء هو كلام ما كان مباحا فهو مباح وما كان منهيا عنه فهو منهي مثلا هناك غناء قد يكون فيه بعض الميوع أو مخالف لأداب الإسلام وتعاليمه مثلا قد نجد أغنية تمجد الخمر مع أن الله تعالى قال بأن الخمر رجس من عمل الشيطان أو ربما أغنية مجد التدخين مع العلم أن التدخين هو آفة تضر بالجسم والنفس والمهل أو تكون أغنية ربما تصف المرأة وصفا جماليا تتحدث عن صاحبة العيون الجريئة أغنية هكذا صاحبة العيون الجريئة وربنا نهان عن أن تكون المرأة عيونها جريئة لنقل وقل الممنات يغضضن من أبصارهن أو تكون أغنية مثلا تمجد الطغاة والظلم وتعظمهم وربنا عز وجل نهان عن كل هذا وخصوصا صوت المرأة لأن إذا كان فيه نوع من ما يسمى بالميوع أو الدلع هذا ربنا نهى عنه فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد وقلنا قولا معروفا أيام زمان الاستماع إلى الغناء كان فيه محاذير كثيرة لأن مجلس الغناء يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء وكتكون العيون بعضهم ينظروا إلى بعض في عصرنا هذا قد نجد الأمر أكثر خفة لماذا لأن قد تقوم بإشعال الراديو أو التلفاز وترى وأنت بعيد عن ذلك خلصة الكلام أيها الأحباب الكرام تقول العلماء هو أنه إذا أكترت من سماع الغناء فإنه فعلا يؤدي بالإنسان إلى يتكاسل عن سماع القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا الإنشاد الديني الإنشاد الديني والإنشاد الإيماني وهذا فيه فيه مديح نبوي فيه شوق إلى الله تعالى وفيه تأنيب للضمير فالكلام هكذا كان أيام زمان ولحد الساعة يبقى هذا الاختلاف لأن النصوص القرآنية والحديثية جاءت هكذا جاءت تحتمل أكثر من معنى وهدف فيه رحمة من الله تعالى لأن الناس كلهم سوى كم نس لهم عندهم وحد القوة إيمانية أنه لا يريد أن يضيع وقته في سماع الغناء ولا الترب لكن هناك قوم آخرين عندهم ربما ظروف نفسية أقل ولا يستطيع أن يقاوم وحتى الإنسان هو يختلف من زمن إلى زمن كم من إنسان كان في أول عمره في شبابه مقبل على الحياة فكان يبيح النفس والاستماع لكنه بعد أن كبر وصل الاربعين وذهب إلى الحج وبدأ يختمر بدأ يا ربي أن هذا كله من العبت وأنه ينبغي أن يركز على العبادة والطاعة والقرآن فربنا عز وجل جعل الأمر هكذا مختلف لماذا لأن الناس كلهم ليسوا على قالب واحد الناس مختلفون أشكال وألوان وإن شاء الله تعالى نجيبكم عن الأسئلة بعد أن نفتح خطوطنا الهاتفية الموضوعة رهن إشارة الجميع وهي 05 22 88 00 60 61 62 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 51 52 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل مكالمتكم نبدأ أول مكالمة من إقليم سيد مسلهم معنا للا فاطمة وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لابد عمي لابد عمي أنا بخير لابد عليك صحيحة الحمد لله بنتي بارك الله وفيك كنت شكروك عمي بزيب على هذا البرنامج وبغاية اليوم نطلب منك إن شاء الله لكنا شي محسنين يعاوننا في المسجد عدنا واحد المسجد رابنينة عاد دوار مع بعدياته يعني كيت عاونوا مع بعدياته مكتبوا المحسنين لحدنا للساروت وبغاية إن شاء الله يعاوننا شي حد نضع لي وإن شاء الله يا ربي بغاية نصلي الجمعة بغاية نصلي الجمعة ونصلي التراويح إن شاء الله ومشتاهم ذات الرمضان وشفتوا ما قيمة مكمل شو سبحان الله بقى فينا شوية الحال بمالة للعام ما أصليش ما أصليش تراويح إن شاء الله لك شي واحد شي محسن أنا من دوار أولاد عقيل نعم اللي بقت نقول لك للا فاطمة هو أول حاجة أذكرين المنطقة اللي فيها المسجد دوار أه دوار أولاد عقيل الكبار أولاد 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 عقيل الكبار وفيه دوار الآن هنا فيه أولاد العسري نعم هاد الجامع لله تقربين شحل المساحة دياله شي ربعمائة مترو عمي ربعمائة مترو أه نعم هو التمنى أصلا بديتوا فيه أه بنينى به وفنها وفنها سترود باقي مدار سترود نعم بالله شكل يمكن لف به وش شي جماعية معينة أولا لا عمي يغين ناس دوار وكي يغين ناس دوار نعم يغين ناس دوار الأخ ديالي وناس تما ديالدوار جماعك نقول لنا جماعك يعني كي دوروا للناس للمحسنين لشو حد في عونهم نعم وتأمل نحن يكون واحد دار مليون شي دار مياق وكل جمعة تنديروا الدعاء وكنطلبوا الناس يعطيونا نعم عضياتنا يعني انساء ورجال وكي يعطيوهم خمسين دنهم كل جمعة هشك الله يبارك يا رب بالنسبة لأن الناظر دي الأوقاف دي المنطقة أو القيادة دي المنطقة يعني مشريفة على هذا الأمر معكم لا 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 عمي غيش ناية مع عضياتنا لا زمال بحلاء الرخصة مثل من اللي كان بغدوا دي العمل أه أه أعطاهم رخصة أعطاهم رخصة دي البناء وجابوا مهندس يعني وحد وخا بنتي بإي الله يقولوا حنا تاسرون بني كبير يعني يقول لك ابنيهم وخا بنتي أنا 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 ناخد تليفون ديالك ولكن بريتك أول حاجة تطينا تطي العنوان بالضبط ربما يقدر يكونوا بعض الأحباب الكرام اللي هو في المنطقة قرار منكم تنمام ربما كيلي كي بريساهم بكميو دي دي السيمة ودي الرملاء ودي الحديد ودي الزليج كيلي كي بريساهم بالخشاب كيلي كي بريساهم بالزرابي كل واحده وباش إما عينيا وإما ماديا أتقول لنا بالضبط للا الجمع فين كين عندما ناخد الرقم الهتيفي ديالك أنا منا واحد يلي مولاي بسلهام دوار ولد عقل القبار ودوار ولد العسري دوار ولد العسري يلي في المسيط دوار ولد العسري إقليم سيدي بوسلهام إقليم سيدي بوسلهام نعم لله الجمعة سميته سميته مازال لا ما سميه شاع أستاذ نعم لهم تجد وصعفي في الحياة وصعه نعم لله بإذن الله تعالى الرقم أتطل للأستاذة سعيدة عقال في الإخراج أتخذ عندك الرقم أتسجله وإن شاء الله نتوصل معك للا فاطمة والله يكمل لك الرجاء وهنيئا من وفقه المولى سبحانه وتعالى لبناء مسجد لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة نحن نعلم جميعا بأن بناء المساجد وتشهيدها وتعميرها هي مكلفة به وزارة خاصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وداخل الوزارة هناك مديرية كبيرة تسمى مديرية المساجد فيها واحد العدد كبير للمهندسين وديل التقنيين وديل الخبراء والقانونيين الإداريين دورهم هو الإشراف على بناء المساجد خصوصا المساجد الكبرى لكن المصطفى المتبعة هي أن في بلادنا كنخليه واحد شطر كتقوم به الدولة والشطر الثاني كيقوم به أهل الإحسان لأن الدولة كتسمى الأحباس الدولة كتصوبوه أو كيصوبوا بعض الناس وكيحبسوه وكين شطر الثاني خلته الدولة من باب التطوع لمن أراد أن يبني مسجدا لله تعالى لكن كنلقوا المساجد الصغرى كتكون في الدواوير كتكون في الأحياء الشعبية لا تسمى مساجد كتسمى قاعات صلاة هذه مباحة لأن من ضروريات الحياة وجود مكان للعبادة هذا أمر ضروري حتى علماء الفكر والفلسفة كما يقول أحدهم من المشهورين يقول لك درست جميع تاريخ ثقافات والحضارات فكنت أجد هناك دول وشعوب تفتقد لوجود مسرح أو لوجود سينما أو لوجود معهد موسيقي ولكن لم يتم تقط أن وجدت مجتمع ما فيش مكان للعبادة مكان للعبادة ضروري حتى في جميع الأديان نشغى في الإسلام في جميع الأديان لابد أن يكون مكان عبادة وإحنا في الدين الإسلامي بمدى نمتاز وهو الدين الحق الوحيد الحق وهو أن فيه الصلوات خمس مرات في اليوم فرضها الله تعالى على العباد ثم الجمعة فرضها الله تعالى تجمع الناس كل جمعة ثم نحن مقبلين على رمضان وفي رمضان الناس محتاجين إلى المسجد ضروري ومؤكد لأنهم يحضرون الصلوات الخمس وكيكونوا فيه كراسي علمية ودروس الوعد والإرشاد وفيه خصوصا الترويح صلة الترويح كتكون في رمضان ولم يبقى لرمضان إلا إلا القليل نحن في رجب لم يبقى إلا القليل لندرك رمضان وبعض الدواوير بسبب غياب مساجد كالقوم بأنهم يشعرون بالضيع حتى تظهر فيهم سلوكات غير سوية كتلقى عندهم ربما أفكار واعتقادات ضرورة يعتقدون بالقبورية ويعتقدون بالخرافة ويعتقدون بالشرك وبعيدين عن السلوك الإسلامي القويم ما السبب؟ لأنهم لم يتعلموا لم يجدوا من يعلمهم وأول طريقة للتعليم أن يوجد مسجد والمجد فيه إمام وفيه خطيب وفيه واعب وفيه دور القرآن وكي أهل الخير كي يسعوا في هذا الأمر فكنت شكرك للا فاطمة ومن معك على هذا الأمر هذا وكنت مننا إن شاء الله النداء ديالك يوصل لبعض الناس اللي ما في المنطقة ديالسيدي بوسلهام أنهم يجوا لهذا المنطقة ديال دوار ولاد عويد الكبار ولاد العسري ويشوفوا هات الجامعة اللي كيتمنا ويشوفوا الخصص اللي خاص كي اللي غي ساهم بالمال للجهة اللي هي مؤمنة لذا كان من باب غير باب الإشارة هاتش لا يخفى على كريم علمكم أن جمع هات تبرع ديالمال كي يكون عنده واحد مسترة قانونية تحت إشراف السلطة المحلية أو نظارة للأوقاف والشعور الإسلامية وكي يكون واحد الحسام بنكي كي يكون واضح وكي نس لعدهم تيقة يعني كي يعرف بعض الناس اللي هما يا صادقين ما كي بقى شي تحاسب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتو من أمنته وليتق الله ربه ثم كين فئة أخرى اللي كي يسهموا بأشياء أخرى كي تقع مثلنا عنده وكي يبني كي تقع الناس اللي هما في البناء وفي التعمير يقول لك أنا غنجي بلك شحامل كامل يخاصيك ديال السيماء ولا ديال الرملاء شح تخاصيك ديال الحديد شح حمل طون ولكن في النجارة يقول لك أنا غنجي بلك بالأبواب وبالنوافد ديال النجارة كي يقول لك أنا غنجي بلك الزرابي كي يلي غنجي بلك الزليج كي يلي غنجي بلك بالماء و الكهرباء كل واحد عنده الدور دياله كله هصبح لك القبص كي يجي بك تريا وانك يتعاونوا الناس يعني كل واحد شوي شوي تطلع الجامع ولا طلع الجامع احنا كلنا رابحين لأن احنا بلادنا المغرب كان نفتخر به لأنه من الدول الإسلامية اللي فيها وحد العدد الكبير دير المساجد لكن كنت فوت هناك بعض المدن اللي عنده فائد دير المساجد هل وجده مثلا يقول لك بين جامع وجامع كين جامع عند أفخم المساجد في العالم ربما الثالث منطقة في العالم بعد تركيا وبعد القاهرة وبعد إسطنبول وبعد القاهرة كنا وجده أحسن وأعظم وأكرم المساجد في العالم الإسلامي ولكن يبقى عموما أن عدد المساجد في مغربنا العزيز يتجاوز الخمسين ألف إلا أنه بالمقارنة مع الساكنة يبقى ما زال هذا العدد ناقص ما زال خصنا مساجد أخرى خصوصا في الدواوير وفي المداشر وفي العالم القروي محتاجين إلى بناء المساجد وأكثر من المساجد محتاجين إلى من يعمر هذه المساجد نعم معنا مكلمة أخرى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحباً أخي الفاضل يا ربيا كريمة مولي أعزك الله وياه أنا كنت مؤدين وخلزوني ومشيت وعقبونا فروني ودبا أنا معاق وشبعدين خص ويتنصلي بالبيت لا يدهي لله وزام أقريب لي وديالي وحرموني منه وزام أصلي بالبيت وكان سأطلب منك دعاق أمو أحد الوليد يسأل معطي مع الدشتريك وكيسأل بتاك طلب علي الله الله يشتألك يا ربيا أخي يا ربيا كريم وانا باكي زام أهدايا وانا مسارت فقيا أعطي السرط ولكن دقنات وحد ربعا ما سأل الله لا يديه ما سيهو وانا كساب البيت وما عدي قضاء بس بسي جمعة بردعية لا إله إلا الله الله يهدي مخلق يا ربيا كريم الله يحفظك السلام معطي الله يحفظك أخويا أمين واخويا بإذن الله الله يفتح لك ما بتسير هذا من المشاكل الموضوع في المساجد هو كيكون جمع لك أنتبع الأوقف تضم إليها عن طريق الأحباس كيكون ديك ساعة منظم كيكون هناك إشراف كامل من طرف المندوبية الإقليمية أو الجهوية للشؤون الإسلامية وكتوضع كل واحد في المقام دياله ولا تسمح لأي كان بالتدخل لكن المساجد اللي كتكون هكذا فيها الإنسان مشارط غير دي الدوار والإشراف غير دي شو واحد من الأعيان من اللي يختفي ذاك الراجل من الأعيان كيبقوا غير لورة ديولو أو كيبقوا غير الناس اللي همية كيكتر القيل والقال وربما قد يكتروا اللغط ويتم الاعتداء على أحد الأطرف ربما كيقول أنت صوتك غير جميل للآذان أو صوتك غير جميل للقراءة في المحراب أو يقول له ربما عندك واحد سلوك معين ابنتك أو ابنك أو زوجتك ظهر عليه وحد سلوك معين يعني كالقول واحد سبا دروري ولا البشر كل منا من هو خالي من العجوب كل واحد فينا له نصيبه ما يكفي من العجوب لكن اللي هو عنده واحد المهمة ذي يخصي يبقى فيها ولا يتم عزله إلا عن طريق واحد المقاييس اللي هي معروفة وتعتمد الجهة المختصة الجهة المختصة كتكون مسؤولة وكتكون مراقبة وكتكون محاسبة فالسلم أعطيه أنا كان شعور بالألم ديالك كونك كنت مؤدين وكنت مستفيد من سكن هذا مشكل كبير عند الأئمة وعند الخطباء وعند المؤدينين كيكون مستفيد من سكن وظيفي سكن وظيفي إلى متى مشي التقاعد وما عندهم تقاعد كيبأخدام على طول كان المغفور الحسن الثاني طيب الله ترى كان شمراش واحد خطيب قال لها أنا بغير التقاعد قال للخطباء والأئمة ما يأخدو تقاعد يعني ومخدم على طول كيبأخدام إلى أن يتيك اليقين وإحتكي ربما كيف قد كيف قد القدرة والتوازن على الوقوف في المحراب أو على المنبر فكيبأخدام دائما لكن إلا إلا منعناه من سكن رغم مصيبة عظمى لأنه كان كيعيش على على واحد القدر دي المال متواضع وكالامتياز الأكبر اللي عنده في المسجد والاستفادة من سكن فيه الماء والكهرباء من لغة تقول إن سحب ودلي إفراغ رغم مصيبة عظمى لكن عرف هذا واقع مرير دي العداد دي الأطر الدينية اللي تم عزلهم لسبب من الأسباب أو لتقاعدهم أو لأنهم لم يعودوا عندهم القدرة على الموزاب ولا تمهامهم رغم مصيبة عظمى أنهم أولادهم يتشردون خاصوا يخرج باشيجي واحد أخر جديد للمقر هو فين غيمشي خاصوا لابد يلقاء محل هنا إما إلقاء أهل الإحسان كيكونوا أهل الإحسان كيتعاطفوا معاه كيشروا لي شي سكين على قد الحال أو كيكروا ليه وإما كنتظر الوزارة المعنية أنها تشوف لي شي شي بديل ولكن قد يطول الانتظار وكتكون معاناة كبيرة ربما سلمعطين تواحد من هؤلاء لعندك المعاناة ولكن كنقول بأن ربنا عز وجل هو على كل شيء قدير وهو الكفير بالعباد لأن المهمة اللي كنت عليها دين الأذان ترفع صوتك وحنجرتك خمسة مرات باليوم تنادي الناس للإقبال على الله المؤدين كي تسمع كي يقوم هو منبه الغافلين المؤدين هو منبه الغافلين اللي كل المتقنين شد الوقت على الصلاة كتلقى قبل الأذان كتلقى في الجامع كي بعض الصالحين لم يؤدن عليه الأذان كتلقى دائما في الجامع ولكن اللي غافل بحالنا كي يسمع الأذان كي يقول آه را قد خيبك السلمعطي أسأل الله تعالى أن يعودك خير العوض وأن يبارك لك في أولادك وفي عائلتك وينور طريقك اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من الفقي بن صالح إلى مكناس مع ناس علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ طيب فريبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد علي كده يرى سيدنا كده يركضش وادك الحمد رب شكرا مولاي تحيتي لك أستاذ تحيي للنسعيد في استندار وتحيي الجميع المستمعين وهذا نار كبير هذا الحمد لله على هذا أمطر بي الخير للمملكة ديالنا ولله لا يزيدنا مفضلو إن شاء الله لا يزيدنا مفضلو محتاجي نشتاع أستاذ كت قلوب أنا لحتي مؤخرا نفس كي عاني وموحد الحالة ديال القتيق موحد الحالة ديال ما فهمين ما عارفين شنو كاين ولكن هذه رأي قلة الأمطار حيث المطر ينزل ينزل مع الرحمة ويغسل القلوب ويغسل الأرض الله يرحم الله يرحم أستاذ أستاذ وبغيت نقول لك أستاذ بالنسبة لك الأخت اللي درتي للدعاء مؤخرا الأخت للعواطف رأي خرجونا الحمد لله ذكو التحاليل مزيانين ويغسل بشي حاجة وعطاوها أستاذ واحد تحاليل أخرين بدي لهم خارج مغرب ويالنظرة القلة الإمكانية ديالها باش ما نطورش عليك أستاذ بغيت الله يجزك بخير اليوم الجمعة وأبواذ السمن فتوحة والرسول عليه الصلاة والسلام خبرنا لأنك ساعد الاستجابة لعلها للحظة هذه وأبواذ السمن فتوحة مع المطار والناس المرضى والناس صالحين والناس وهذه الإدعى المباركة يسمعون لها غير الناس اللي وفقهم رب يسمعون لها يارب يارب هلناس بغيت أستاذ الله يجزك بخير في هذه نهاية الحلقة ما بقى شلوقت بزاف تدين لها واحد الفاسحة ديال الخير واحد شاملة شاء الله تشاف وتعاف بنا طبعا بلاوالو ولكن بقي شوية الوقت أستاذ ديال اعطاء هايش وصفة كيف تدير التعالج بسوائل الكورن في القرآن العسل والماء والزيت البلدية إلا كان شي وصفة زماء أستاذ هكذا إن شاء الله العلاج والله يجزك بخير ومتنش أستاذ بالدعاء بالله إن شاء الله يا ربي يا كريم شكرا لك سيداء علي شكرا لك مولاي لا إله إلا الله الله شفيها البنية الله شفيها ويعافيها هو طبعا ربي عز وجل أنزل الداء وأنزل لكل داء دواء فالتمسوا الدواء أكيد أن كما ذكرنا سلفا أن سيدنا إبراهيم الخليل لما أنزل الله تعالى قوله وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين سيدنا إبراهيم الخليل سأل رب العالمين يا رب المرض ممن قال المرض مني قال والعلاج ممن قال العلاج مني قال وما بال الأطباء والصياض والعشابين والرقات هؤلاء الذين قالوا هؤلاء أجريت الدواء على أيديهم أجريت الدواء على أيديهم وفي روايا قال أولئك لا أريد أن أقطع عليهم أرزقهم الله تعالى لك يبغي هذا الأطباء وما جاورهم حتى وما يعيشوا يأكلوا يشربوا وجل عليهم الله تعالى الدواء على أيديهم المعيشة وإلا فإن الداء من عند الله والدواء من عند الله قل كل من عند الله والمؤمن من يتصاب بواحد شدة هكذا وقال العلماء قبل أن تلجأ إلى الطبيب عليك أن تلجأ إلى القرآن أولا لماذا لأن الله تعالى قال في أي قرآن وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا فسر العلماء ما معنى الهجر من أبرز التفسيرات ما ذكره الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بدأ قال قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجره هذا الفهم للتيمية وصل إلى هذا المدى جاءت الميده النجيب ابن قيم الجوزية في القرن الثالث للهجرة زاد على علم شيخه فقال ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه وإذا مارض ولم يستشفي به فقد هجره من مارض ولم يستشفي بالقرآن العظيم فقد هجره أفاد ذلك بأن الإنسان من يمرض أقبل ميزور الطبيب سواء كان عضوي أو نفساني أو در تحليل الدموية أو ديسكانة أو ديغام أو أي شيء من هذا القبيل عليه أن يستشير القرآن كيف ذلك القرآن العظيم هو الشفاء وفي آية الشفاء كثيرة وقد جمعها ابن قيم الجوزية في كتابه الشهير في الطب النبوي وهي ست آيات مباركة فيها كلمة شفاء هي قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور هذه ست آياتهم انتبه إليها ابن قيم الجوزية حينما مرد ابنه وفلدت كبده كان طفل صغير وكان قريبا إلى قلبه كان ملتصق بهذا الولد عزيز عليه هذا زوجه وكبير السن وأنجب مولد ومرض له والتمس الدواء عن الأطباء ومنفعوش وصار استسلم للقدر قال درغة نموت لي استسلم للقدر فكان يقوم الليل ويناجي ربه ثم غفى نام واحد نوم خفيفة فسمع هاتفا من السماء يقول له يا ابن القيم عليك بآيات الشفاء في القرآن العظيم هي ستة فقام من نومه وبدأ يبحث في القرآن فوجد هذه الآيات ستة قال علماء هذه الآيات ممكن نقرأها على المريض مباشرة أو بالسوائل المذكورة في القرآن السوائل المذكورة في القرآن الكريم هناك الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي كما وقع لسيدنا أيوب قال هذا مغتسل بارد وشرب فالماء يقرأ فيه القرآن وإما أن يقرأ في العسل لأن ربنا عز وجل في صوت النحل تكلم عن العسل وعن فوائده فيه شفاء للناس هذا الشراب الذي يخرج من العسل طاهرا مطهرا ثم كذلك زيت الزيتون التي قال فيها الله تعالى والتيني والزيتوني وقال شجرة زيتونة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فهذا السوائل وحتاء اللبن مذكور في القرآن الكريم للسوائل كلها مباركة يقرأ فيها هذه الآية القرآنية واللي ما حافظهاش يقرأ الفاتحة الفاتحة فيها تسمى الشافية والعافية والكافية نقرأها سبع مرات ونشرب بنية الشفاء ركا تعد بحل ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له والقرآن العظيم لما قرأ له هذا كنتسمى الشفاء بالقرآن وسبح الله ترى العجائب شي مجرب يا ما جربناه ونسى عندهم سرطانات ونسى عندهم العقم والناس اللي عندهم البارس والناس اللي عندهم المس والناس اللي عندهم الاكتئاب الحاد والناس اللي عندهم الفصنف الشاصية أو عندهم التفكير الغير منقطع والناس اللي عندهم لعدم القدرة على المعاشرة الزوجية وعداد الأمراض سبحانك يا جليل ما أعظم شانك حتى الناس اللي عندهم الحرق الجلد ينبت بسرعة الخلايا والهرمونات والدورة الدموية كلها تنبت وكان واحد الحركي يا رباني قوية تحدث في الجسد ببركة هذه الآيات القرآنية نسأل الله تعالى أن يشافي هذه الشابة اللهم شافها وعافها ودوها اللهم شافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ببركة الصلاة على النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين